عزائي المشاهدين اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج ساعة الصحتك ساعة الصحتك هو برنامج بنستعرض فيه اهم الموضوعات الصحية والطبية اللي بتهم كل افراد الاسرة ده مشاكل العزام السمنة النحافة العناية بالشعر والبشرة وكتير وكتير من الموضوعات اما حلقتنا النهاردة فهي حلقة متميزة جدا لانها هتتكلم عن مشكلة من اهم مشاكلنا وهي السمنة السمنة هي مش مجرد شكل غير متناسق في الجسم السمنة هي مش حاجة رفاهية لا السمنة دي بالنسبة لنا احنا هي مرض السمنة هي مرض وكمان هي بوابة كبيرة بدخول كتير جدا من الامراض في جسمنا علشان كده احنا النهاردة هنرفع شعار ان انقاس الوزن ليس رفاهية وانما هو ضرورة حتمية وقبل ما نبدأ حوارنا هيكون معانا النهاردة الضيف الدائم لبرنامجنا الدكتور وحيد عبد العال الدكتور وحيد عبد العال اخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل واستشاري علاج الغدد الصماء والسمنة العامة والموضوعية وعضو الاتحاد العالمي للطب البديل والتكميني وكمان له دراسات عديدة في الاستخدامات الطبية للليزر منخفض الطاقة والقبر الصينية في مجال علاج السمنة والتدخين والإدمان اهلا وسهلا يا دكتور وحيد منورنا اهلا بيك يا فهلا السبب دكتور وحيد النهاردة احنا بنتكلم في موضوع مهم جدا وممكن بيهم كتير جدا من الاسر وبيهم كتير قوي من الستات وكمان الرجالة وكمان الاطفال يعني ما احتقد السمنة دي النهاردة بقت حالة عامة لناس كتيرة قوي دكتور وحيد هل اي زيادة في الوزن ممكن نسميها سمنة وايه هو المعيار اللي يقدر يوصل الانسان ليه نقدر نقول ده مريض سمنة او مصاب بالسمنة اول حاجة زيادة الوزن لا تعني ان انا مريض سمنة يعني ممكن هو جسمه كده كتلة جسمه كده تركبته اه لكن امتى بقى يكون كده ان هو بدين او هو عنده سمنة لما يكون مؤشر الكتلة بالكيلو سمه على الطول بالمتر المربع تمام لو تجاوز الاربعين في المقياس ده يبقى هيدا ده مصاب بالسمنة فيه جسفة ميتر بتمسكه بايدك كده بيديك ان انت ايه دون الضرة و ايه دون نفع لان ايه من قدم فيه دون ضرة و دون نفع اه طبع ده اسم جسفة ميتر موجود وفيه مزان دلوقتي موجود بيديني الكتلة بيديني الجسم على طول بيديني الكتلة بالكيلو ويديني الفرق معها من الطول بالمتر المربع بيديني الفرق اذا تجاوز برضو الاربعين فيه حاجة تانية خلاف اللي ده كله ان انا لو عملت تحليل دهون ثلاثية او تحليل كلسترول ولقيتهم مرتفعين يبقى ده محيار مرضي مباشر حتى لو انا جسمي مش باين عليه ان هو بديني لسه هاسأل حضريك لو ما كانش حتى يعني لو طلعت الدهون الثلاثية زيادة ده معناه ان انا عندي مرض سمنة حتى لو كنت مقفية سمنة داخلية بيقولوا عليها السمنة الخبيثة الخبيثة طيب دكتور فيه عدد كتير وممارسات خاطئة بتكون هي السبب في ان احنا نصد بالسمنة عايز اعرف من حضرتك اسباب السمنة الرئيسية اللي بتقديمنا ان احنا نبقى عندنا مرض السمنة ولا ايه هي كمان العادات اللي احنا ممكن تكون خاطئة ومنعملها تسبنا بالسمنة اول حاجة اسباب السمنة اسباب كتيرة جدا منها العامل الوراثي العامل الوراثي والجينات الوراثية كده الحالة النفسية في واحد بيزعل بياكل في واحد بيزعل الغدة نفسها بتتأثر وان الغدة دي اصلا مسؤولة عن التمسيل الغذائي فاي خلل في الغدة الدرقية هيعمل لي مشاكل سمنة استخدام ادوية فيها كورتوزون هو بيروح عنده مرض ما ان شاء الله حتى لو مرض جلدي ممكن ياخد حوان كورتوزون انها نفسه راح في حتة تانية وتاخد الراحة والكسل وعدم الحركة ده بيؤدي الى السمنة لان جسم الانسان بيحتاج 2500 صور حراري يومي اقل وجبة بتدي من 2000 ل2400 اقل وجبة اه مش هقول محشي مش هقول اي حاجة اقل وجبة بتدي من 2000 ل2400 صور حراري فبالتالي انا محتاج 2500 فانا لما اقول ثلاث وجبات في اليوم هدي 6000 صور حراري الباقي ده هو ادي فين لازم احرقه احرقه ازاي بالحركة ان انا اتحرك امشي حتى 10 دقايق اشوف حاجة اعملها العب رياضة اه يعني اعمل حاجة الحاجة التانية اللي هي العادات الغذائية اللي هي عندنا يعني مسلا باكل قبل منام اه يعني تخيله الاحصائيات بتقول ان مصر الاولى افريقيا في البدانة والاردن الاولى السويا في البدانة هولاند احصائيات دي الاحصائيات دي لان البدانة بيأكل بلا حدود يعني ما يكونش جعل لازم انا لعشان اكون انا اه ما عنديش سمنة ماكلش اللي ماكون جعل يكون الجسم عصر الاكل اللي فيه يكون اه خلاص نفذ الانسولين لان الجسم لما باكل بينتج انسولين الانسولين الزيادة ده هو اللي بيعمل لي بدانة فلما لكون الجسم خلاص محتاج جديد اديله ما يكونش ان انا محتاج زي الكوباية كده لما قاعد ازود فيها ميا تضلق تضلق لان هي اخذت زيادة عن حد ده فلازم يكون فيه معدل بين المدخلات والمخرجات يعني لا ناكل الا ازا جوعنا الا ازا جوعنا ده مهم جدا طيب فيه ناس عندهم عادة سيئة جدا وفيه اشعاعات كتير او مقاويل يعني بتقول ان الاكل قبل النوم هو من اهم اسباب السمة طيب الناس اللي ظروف شغلهم حياتهم بيضطروا ياكلوا قبل ما يناموا ايه الحل ليهم يعني يعملوا ايه هو دلوقتي هو طربية عملوا كده ياكل اكلات ما يكونش فيها صورات حرية عالية ياكل اكلات مثلا فيها خيار ياكل اكلات فيها جبنة ريش نزر خيار اه ياكل اكلات خفيفة يقدر الجسم يعني يقدر الجسم ما ياكلش بقى لحوم ما ياكلش كده لان اللحوم مثلا والدواجن بتاكل من 7 ل 8 ساعات في الهضم الفول نفسه بياخد من 7 ل 8 ساعات في الهضم فانا هاكل حاجة هي في الطبيعة اوانا صاحب بتاكل 7 ساعات في الهضم هاكل اوانا نايم هيتحول الوجب اللي كانتها تتحول الى دهون دون ان اشهر طبعاً السمنة مش بس بتأثر يا جماعة على الشكل الخارجي السمنة بتأثر بشكل سلبي على أعضاء الجسم وعلى وظيف الجسم المختلفة والأضرار الناتجة عن السمنة كلها بتبقى يعني خطيرة جداً على القلب وعلى كل حاجة عشان نعرف كل حاجة عن أضرار السمنة خليكم معنا بعد الفاصل مع الدكتور وحيد عبد العال هنرجع لكم تاني بأهم أضرار السمنة على الإنسان دكتور وحيد أحمد عبد العال علي والمعروف باسم دكتور وحيد عبد العال ولد الدكتور وحيد عبد العال بمحافظة السويس بجمهورية مصر العربية عام 1979 وفي عام 2000 حصل على بكر يوسل علاج الطبيعي وتخصص في طب العظام وبارع فيه تأثر الدكتور وحيد عبد العال بالعديد من الشخصيات التي تبحث في تكامل النفس مع العقل والجسد وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم الفقي والدكتور عادل عبد العال والدكتور محمد الهاشمي حيث يرى أن لكل فرع من فروع الطب كالطب العام والعلاج الطبيعي والصيدلي والنفسي والبديل دور جوهري في علاج الأمراض ولا يغني فرع منهم عن الآخر لذلك فقد اهتم الدكتور وحيد عبد العال بالتوسع في دراساته لمعرفة ماذا تقدم الفروع الأخرى من الطب وعمل على دمج ما تعلمه منها بمجاله في العلاج الطبيعي للوصول لأفضل نتائج علاجية وأمنة للمرضى فسافر للعديد من الدول حول العالم لدراسة أحدث وأفضل طرق العلاج في مجال الطب البديل والأعشاب ففي الصين وفرنسا وفنلندا تدرب على العلاج بالإبر الصينية والحجامة على أيدي متخصصين في هذا المجال حتى حصل على دكتورة فخرية في العلاج بالأعشاب والحجامة والإبر الصينية من جامعة شيامين الدولية بالصين كما حصل على شهادة ترخيص مزاولة وممارسة مهنة العمل بالوغز الإبري أو كما تسمى بالإبر الصينية من نفس الجامعة شارك وحضر في العديد من المؤتمرات الطبية حول العالم في دول عربية وأجنبية ساعدت دراساته المتنوعة والمختلفة في عمله كمدرس للألاج الطبيعي والأعشاب بجامعة ذيقار بالعراق وبأكاديمية دغباج بأبوظبي كما ساهمت دراساته وتبحوره في مجال الطب البديل في اكتسابه للمزيد من العلم والمعرفة والخبرة الأمر الذي جعله يصدر العديد من المؤلفات والتي ترجم بعضها للفرنسية والإنجليزية حصل الدكتور وحيد عبد العال على العديد من الجوائز كأفضل طبيب بالطب البديل منها أفضل طبيب ومعالج بالطب النبوي من اتحاد المعاليين العرب وأفضل طبيب بالطب البديل على مستوى العالم من مستشفى Medical Professionals بباريس بفرنسا كما تابعت الصحف الفرنسية مثل صحيفة باري ماتش وصحيفة لوموند أخبره على مدار أربعة أعوام متتالية حيث فاز خلالها بلقب أول طبيب عربي وإفريقي في مجال الطب البديل وحصل على المركز الثاني كأفضل طبيب طب تكملي في رد وتحريك الفقرات والتي تمنحها المستشفى الفرنسية Medical Professionals حيث تنافس على هذه الجائزة مع الطبيب الصيني لي مونج شونج تاو عام 2013 والطبيب الأمريكي الشهير دكتور فال عام 2014 وبرغم تساويه معهما في جميع شروط المصابقة إلا أن القرعة جاءت لتمنحه المركز الثاني استضافته القناة الفرنسية TV5 مع الدكتور الأمريكي الشهير دكتور فال والدكتور الصيني دكتور لي شونج تاو ليدليا برأيه في قضية منع الولادة القيصري التي طرحتها منظمة الصحة العالمية كما عرضت له بالقنوات الفضائية مثل كايرو دراما وبانوراما برامج طبية كان منها برنامج الطب الأصيل وبرنامج أسرار الجمال الذي قدم خلالهما وصفات طبية وتجميلية للجسم والشعر وطرقا ووسائل علاجية ووقائية للعديد من الأمراض مثل السمنة وآلام العظام والبرد وأخيرا فإن الدكتور وحيد عبد العال هو حالة علمية فريدة تسعى دائما للوصول لعلوم الشفاء المختلفة والتي تتكامل سويا لإنقاذ كل إنسان يعاني من مرض أوداء وما الشفاء إلا من عند الله وأهلا بيكم ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه موضوع حلقتنا السمنة وآدرالها مع الدكتور وحيد عبد العال دكتور وحيد بالنسبة للسمنة هي من العوامل الخطيرة اللي بتسبب أمراض كتير مكر حيك تقول لنا إيه أهم الأضرار اللي بيسببها السمنة أول حاجة من أضرار السمنة ارتفاع الكولوسترول والدون السلسية وبالتالي ترتفع معها دون الكبر دول هيرتفع مع بعض هبتدي صرايان الدم عن طريق الكولوسترول يماشي بطيء هيحصل تجلطات في حالة حدوث تجلطات هيحصل سكتات قلبية مريض اللي هو عنده دون في الكابد وعنده أكثر نهجانا وبالتالي النهجان ده بيؤثر على عرض القلب وبيرفع الضغط مريض السمنة السمنة إذا ترقمت على البنكرياس البنكرياس عمله بيقل يشتغل بشكل بطيء وبالتالي ممكن يبقى معرض للسكر السمنة إذا أصيبت الست على المبايد حصل حاجة سماية تكاوس على المبايد يمنع الحمد أخر معها الإنجاب السمنة إذا كسرت في المعدة الأكل لما ينزل بطريقة ومش مرضومة كويس ممكن يؤدي إلى سرطان في القولون السمنة إذا الجسم زاد ممكن يأثر على المفاصل بتاعت الرجبة وبالتالي يجيب لي خشونة في الرجبة السمنة إذا تعاملت معها في النوم خطأ سواء نايم على الجنبي أو نام على بطني ممكن تسبب لي حصوات في المرارة أو حصوات في الكريخ السمنة تؤدي إلى انتهاب البروستات عند الرجال دي هي أضرار السمنة أضرار خطيرة جدا جدا لها طيب إحنا زي ما هي كنت بتقول حاخد من كلام حضرتك بالنسبة ليه ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم الدهون السلسية الدهون الكبد كل دي أمراض كتيرة إحنا سمعنا عنها والحقيقة هي مرتبطة في ذهن كل الناس بالسمنة فهل السمنة هو مرض أساسي أو سبب رئيسي لارتفاع الدهون والكوليسترول ودهون الكبد؟ لا طبعا السمنة مش هي السبب الرئيسي لارتفاع الكوليسترول ودهون السلسية مش هي السبب الرئيسي إطلاقا لكن الدهون السلسية والكوليسترول أحد أسباب السمنة أو أحد أضرار اللي هي بتيجي من السمنة لكن هو من السبب الرئيسي زي مريض السكر ممكن يكون رفاق مش 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 شرط يكون بديل بسهو لما يكون بديل بيبقى أحد الأسباب أحد الأمراض اللي معرض يجيلها يجيله اللي هي مرض السمنة طيب هنا المسؤول الرئيسي عن الكولسترول والدهون السلسية هو السمن الصناعي والزيود بكافة أنواعها اللي موجودة في الأسواب سواء زيت عباد شمس أو سواء زيت درق ربنا بيقول اللعز وجاء بيقول إيه وعلى الذين هادوا حرمنا كل دي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما فربنا حرم على بني إسرائيل الشحوم فأنا لما كون عني عمل حرمان لإيه بني عن حاجة إيبانا بعقبه ولا ما بعقبوش لا أنا بخاف عليه بعقبه من الحاجة دي يعني إذن الحاجة دي كويسة البحث اللي أنا كنا توجهت بني أنا عملته يبقى ربنا حرم الدهون على بني صغير عقوبة له وبالتالي ليه بقى البحث بيقول إن الدهون بتحرق الدهون حرق الدهون بالدهون ولما نيجي نعمل نشوف إن هنا السبب الرئيسي للسمنة هو ارتفاع نسبة الأنسلين في الجسم لما جاءنا نعمل بحث على السمنة البلدي العادية لها نسبة الأنسلين في 4% السمنة الأولان دي نسبة الأنسلين بتتجاوز الـ 6% يبقى هنا السمنة البلدي دي أفضل لكتير من السمنة اللي هي مصنعة هي المعلبات اللي هي السمنة المعلبات أي أن كان اسمها يبقى المتهم الأول اللي هي الزيوت والنباتات الزيوت اللي هي سواء عبات شمس دورها كل ده زيوت إيه؟ ده المتهم الأول والسمنة اللي هي العادية المتهم الثاني اللي هو السكريات والحلويات هي من أحد أهم أسباب ارتفاع السكريات والحلويات هي أشار ضرب من التدخين وتسعين في المئة من الإصابات بالقنصر على مستوى العالم سببها السكريات والحلويات ينهى رفيان الحلويات بترفع نسبة الكولسترول ودهون الكبد السمنة والزيوت المهدرجة طب أنا أعالج أدهم البديل إزاي؟ البديل بالحاجة الطبيعية بتاعتنا يعني الدهون اللي بتطلع من لحم القبل أو لحم البقر أو كده الدهون دي أنا أشتغل بيها أجمحها وأعمل منها سمنة الدهون دي مش هتضر اعتقاد الناس بسوا فينا أن الدهون دي هي السبب الرئيسي لارتفاع بتاقي لأنهم قرمت عليهم آه ينهر أبيض ده أحد أهم أسباب اللي يبدأ والبحث عندي وأنا بقدمه يعني قدمته لكذا جهة على الساس أن أنا الموضوع كان فيه شدينك كتير جدا أن أنا لما السمنة البلدي أربعة في المية الزيت الزيتون وزيت جزء الهند تلاتة في المية الزيتون وجزء الهند آه نسبة للأنسولين فيه تلاتة في المية آه لكن السمنة اللي هي المهضراجة دي 96% تماما أعمل بسمنة بلدي عشان كده الناس اللي هم أدادنا بتقول زمان كان عنهم صحة أكوى بالضبط بالضبط وكانوا بيجيبوا الدهون ويسيحوها ويطبخوا منها حقيقي صحيح ده هو يعني إذن السمنة ليست هي السبب الرئيسي لارتفاع الدهون والكورسطور سببين هي السمنة المصنعة والسبب التاني هو الزيوت السكريات والحلويات آه طيب يعني إحنا نخلي بالنا كويس قوي من استخدام الزيوت الصناعي أو السمنة الصناعي ونخلي بالنا من أكل الحلويات طيب بالنسبة برضو يا دكتور يعني عايزة أسأل حضرتك على أن موضوع الرجيم أو نظام التخصيص ناس كتير قوي بيتتبعوا طريقة معينة في الأكل لنطلق عليها دايت رجيم أسماء كتير قوي إيه رأي حضرتك في اتباع النظم الغذائية دي؟ بصة وفي فرق بين الرجيم والنظام الغذائي الرجيم أنا ضد الحرمان وضد تعذيب النفس دا أنا شايفه تعذيب للنفس وحرمان والحرمان هيجي البناء دم يحلم نفسه فترة وهينزل وفجأة هينفجأ ويدخن ممكن يحلم نفسه من حاجات معينة يجيله دوخة ووشه ينزل تحسن جسمه بها الجهاد اه مش قادر ياخد كده طيب وحكى التمرين الرضيئ القاسية يعني أنا أروح أعمل تمرين الرضيئ جداً أنا بجهد العضلة بتاعت جسمي عشان أخس وبعرق ولو بطلت التمرين دي بسمها يزيد تاني وهتبقى مشكلة كمان أني بدي هنا بيعمل لي نقطة ثبات إن أنا بحول الدهون لعضلة وبالتالي أنا ممكن وازدي ما ينزل لكن الأفضل بالنسبة لنا كله إن أنا ما كلش إلا ما جوع يعني وأكل والأفضل أنا أكل وجبتين بس في اليوم وما كلش إلا ما يكون جعان جداً جداً أشرب حوالي لتل ونص مية يومياً ده مهم جداً المية حي عدم أكل السكرات والحلوات نهائي لأن إحنا قلنا هي أحد أسباب ارتفاع الكولسرور والدهون السباسية طيب خليني أخد برضو من كلام حضرتك إن في ناس كتير قوي بتلجأ للعمليات الجراحية زي تكميم المعدة زي تحويل المسار إيه رأي حضرتك في العمليات دي وتنصحنا بيها ولا لأ؟ وكان البداية بداية العمليات دي لما بداية كانت الأجهزة لسه مش متطورة فكانت نسبة النسبة بتفشل كتير وأخطاء كتير وناس كتير ماتوا وكذا لكن حالياً النسبة نسبة الفشل فيها أو نسبة العدم التوفيئة فيها 1% بس يعني نسبة نجاحها 9% إذن أولاً فيه فرق بين تكميم المعدة وتحويل المسار تكميم المعدة وتصغير المعدة فقط الجراح بيجي شايل حوالي 80% من المعدة أما تحويل المسار عبارة عن تصغير المعدة وتوصيل المعدة بالأمعاء النتائج تكميم المعدة بتقلل الوزن ببطء أما تحويل المسار بيعمل التخلص من الوزن بسرعة في النتائج حالياً نسبة نجاحها ليه تجاوز 99% للاتنين للاتنين إن هو بيعمل إيه؟ لما بيجي يعمل تكميم بيعمل تدبيس للمعدة بيجي عامل كية عليها بيبتدي يديها بيبتدي اختبارها قبل ما بيطلع المريض بيديها نفخ كتير بيدي يحمل عليها أوزان بيديها علشان يقدر يشوف فيها تسريب كل الحاجات الأجهزة دي مكانتش متطورة مكانتش موجودة فبالتالي أنا يعني عادي إن العملات دي ملاش أضرار مصر سنوياً 3000 عملية وكلهم ما شاء الله نكحين يعني لكن إحنا إن شاء الله يعني ما نقولش الحد أقول لي مين أعمل تكميم أقول لي مين أعمل تحويل مصار ولا دي اختيار الدكتور لا لا الأمر عادي بس هو الأفضل أن أنا أعمل تحويل مصار الأفضل يعني الأفضل تحويل مصار بدل ما أنا أعمل استقصار جزء كبير من المعدة تمام؟ لكن إمتى أعمل بقى ده أو ما أعملش ده مش كل واعلي بيعنده دهون زي ده 20 كيلو ولا 10 كيلو يوم يعمل لي عملية تكميم لا إذا تجاوزت الدهون 130 كيلو يعني لو هو تجاوز وزنه حوالي يعني لو الدهون حسب على جهاز الفاتميتر أو على الأجهزة اللي موجودة تجاوزت الـ 40 كيلو ممكن يخش عملية لكن الدهون لست لم تتجاوزه لسه في المرحلة البداية ما فيش مشاكل إن هو يعيش كثير في الفترة الأخيرة في ناس كتير قوي اتبعت الرياضة والممارسة الأنظمة الغذائية للحفاظ على صحتها وجسمها ورشاقتها هل الرياضة والأنظمة الصحية ممكن فعلا إنها تساعد في التخلص من السمنة؟ وهل في وصفات طبيعية آمنة نقدر إن إحنا نتباح في علاج السمنة؟ كل ده هو أكتر هنعرفه مع حضراتكم مع الدكتور وحيدة عبدالعيل ولكن بعد الفاصل فاصل قصير ونوصل مع الحضراتكم المعنى واضح والفكرة لمحة ويومنا مليان ساعات وساعات ساعة ألم وساعة فرحة وساعاتنا دي ساعة صحة بالبداية لازم أقول إن أنا لازم أعمل تجزية سميمة جسمية أصبح عندي قوام فامبو هلاقي بقى فامبو عامل زي الجلم أبتدأ ما أعمل بقى أحط عندي من الكونات اللي أنا عايز أحطها قصة البحري ليه اسمي تاني اسمه ألعود منك في برنامجنا ساعة لصحتك هنتكلم معاكم عن الشعر وبعدين أنا لو ما سكت بصيد للشعر لقيتها نقطة بيضة كده أعرف بناتها ساقط لو بسكتها ولقيتها ما فاش نقطة بيضة يبدأ التقصف عن السمنة عن البشرة عن ألام الظهر لما أقعد في مكان في مكتب أكون بقرب الكرسي للمكتب علشان نجليش إنجاب عدوك أعمل أهم طرق العلاج وذا كان في طرق علاج العلاج الطبيعي أو علاج الزراحي أو العلاج الدوائي موضوعات كتير تهم صحتك انتظرونا ببرنامج ساعة صحتك مع الدكتور وحيد عبد العالي أهلا بيكم ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه معانا موضوع السمنة وطرق العلاج من السمنة وهيكلمنا عليها الدكتور وحيد عبد العالي دكتور وحيد حضرتك تقولي إحنا كنا قبل الفاصل بنتكلم عن الرياضة ونظام الغذائي الصحي وإن قلنا كمان إن الرياضة بقت خلاص ثقافة عند كتير جدا من الناس سواء كان الناس دي بتعاني من السمنة أو ما بتعانيش منها إيه رأي حضرتك في المواصبة على الرياضة واتباع النظم الغذائية صحية وهل لو إحنا عملنا كده ده بيساعد على التخلص من السمنة ولا لا هو عشر دقائق ماشي في اليوم أفضل بكتير جدا من المجهود البدني الزائد لإنقاص الوزن يعني أنا أمشي عشر دقائق ماشي كافي هنشر بيهم الدورة الدماغية فقط لأن الجيم أو الحاجات دي ممكن تحول لدول العذر فبالتالي يحصل للمشكلة فيما بعد لو تركتها لكن أنا هعمل نظام غذائي سليم إن إحنا قلنا إن جسم الإنسان بيأخذ الفين وكمسون سعر حلالي وقلنا إن أقل واجبة بتدي الفين سعر حلالي طبعا على قد إن أنا لو خدت أنا عارف إنه نهاردة أنا عملت عشرة تلاف صغر حلالي وإنا محتاج الفين وكمسمائة وإنا محتاج سبعة تلاف وكمسمائة صغر حلالي إن أنا قدر أحرقهم يبقى أنا أحرقهم بالمشي أمشي عشر دقائق أمشي ربع ساعة وأكيد طبيعة فيه بنا أدمين في ناس طبيعات شغلها حركة كتير أكتف في ناس طبيعات شغلها قاعدة في طبيعة شغلها قاعد واللي معاها سيارة اللي هي بقوله عليها سيارة الداء إن هي مش بقدر يتحرك لازم يتحرك يمشي علشان يقدر يحرق الزيادة من الصورات الحالية اللي خدها في الوجبات لكن أنا أنا أعمل مجهور وأعمل جيم وأعمل عضلات وأعمل كلام من ده هيأثر معايا يعني فيه ناس بتجيل عندها نزلق مدروفي بنتيجة إن هي بتلعب جيم بيزود على نفسها أو نفسه شكله انت بتعمل شكل نفسك بدون ما بموت يعني دكتور بنسمع كتير عن كلمة معدل الحرق فلان معدل الحرق بتاعه عاليس فلان معدل الحرق بتاعه قليل يعني إيه معدل الحرق وإيه هي العوامل اللي بتأثر على معدل الحرق سواء كان بالزيادة أو بالنصع هو أول حاجة إن البندم معدل الحرق يعني إيه يعني يعني البندم بياخد شاي تخسيس بيعمل نظام غزائي بيعمل أي حاجة بيجي عنده نقطة معينة ما بيخسش خلاص معدل الحرق بتاعه كده وقف عند نقطة معينة السبب الرئيسي للموضوع ده زي ما قلنا إن هنا من سبب الدهون ودهون السلسية وكل سور كان اللي هي السمنة العادي والزيود دي وكان السبب التاني فيها السكريات برضو هنا السكريات هي أحد الأسباب الرئيسية للوصول لنقطة ثبات يعني بندم خد شاي تخسيس خد أي حاجة ما بيخسر يبقى أنا ليه بقى لأن السكريات هي اللي بتندج أنسولين فالجسم لما ياخد أنسولين وهو عنده أنسولين يبقى كده خلاص بل العكس بل ممكن ياخد علاج تخسيس ويزيد تمام؟ فتقليل السكريات السكريات ده هيقلل معايا نسبة الدهون وهيقلل معايا نسبة الأنسولين اللي دخلت يبقى أول حاجة وبالتالي فيه ناس تقولك ده أنا بأخد سكر علشان أنزل الضغط العالي لأ أنت لو قللت السكريات السكر هيحرق نفسه الأنسولين اللي في الجسم هيحرق نفسه بنفسه والضغط هينزل معايا عدم أكل أطعمة فيها مقليات أو أطعمة مهادرجة ده الأطعمة اللي فيها مقليات باستمرار دي بتعمل لي نقطة ثبات في الجسم الاعتماد على السمن البلدي دايماً حيفك من نقطة ثبات يخلية نقطة ثبات ديه تنهام وبالتالي الجسم ينزل بسرعة الأطعمة الأقل لإحتوان على الأنسولين إييهي Blue والأطعمة الأقصى لإحتوان على الأنسولين إيهيه عشان أنا أتخلص بن kurth क 1 لازم امتني عن البطاطس البطاطس والبطاطا فيه نسبة 121% انسولين فما ينفعش انا بعمل اكل بطاطس للونار واقول ان انا جسمي ما منزلش واقول الدكتور قال لي كل انت عايزه اه زي ما احنا قولنا كل وقتين انت عمل انت عمل انت كل بطاطس للونار لازم اعتمد على سامنة مسامنة البلدي نسبة الانسولين فيها 4% زيت جوز الهند وزيت الزاتون نسبة الانسولين فيها 3% الجبنة القريش نسبة الانسولين فيها 4% اللبن كامل الدسم نسبة الانسولين فيها 40% اما اللبن خالي الدسم نسبة الانسولين فيها 77% الخبز الفينو نسبة الانسولين فيها 96% الخبز الاصمر العادي نسبة الانسولين فيها 50% صدور الفراخ نسبة الانسولين فيها 20% اما الورك بتاع الفراخ نسبة الانسولين فيها 50% يبا انا كده اعرف اكل ايه وما اكلش ايه ابتعد عن الحاجات اللي فاقل نسبة انسلين عالية ولو اضطريت ان انا اكل حاجة فاقل نسبة انسلين عالية احاول احرقها بالمجهود لو انا ما بخرجش وعندي اقاعد في البيت اعمل مجهود في البيت اعمل مجهود اعمل اي تمرين رياضي احرق فيه شوية الانسلين لدخل الجسم ده هو ازاي اتخربص بالنقطة السباة اللي عنده ليه موضوع معدل للحرق طيب حضرك طبعا كل حلقة الحقيقة معودنا ان انت تقدم لنا وصفات طبيعية وصفات صحية فهل السمنة برضو فيه ليها وصفات طبية طبيعية ممكن ان احنا نستخدمها بدل الادوية اكيد احنا هنتكلم على وصفات اول قبل ما اقول الوصفات لازم اكون اتعود نفسي انا اكل واجبة او البيتين بس في اليوم ومحرمش نفسي من حاجة بس همتني على الحاجات المسبب نقطة السباة زي اللي هي البطاطس والسكريات تمام اقطر من اكل السلطات والقرفس والقص والبروكلي والموس ده بيزود معدل الحرق ابتدي بقى اعمل اخد بقى الوصفات اللي انا هولا اول حاجة السلمكة ورجل الاسد والكمون والنعناع السلمكة بنطلعين عليها اشعة ان هي بتتعمل معده ومش عم بتعمل ايه بتعمل تلف الكبد واسمعنا كلام كتير وكلام ده مش مزقوط خالص 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 والله الكلام ده مش مزقوطه عالي تماما من الصح هي كتر اي حاجة بتعمل اسهال بتعمل لي مشاكل في الجهاز البولي يعني الاسهال عموما بيعمل لي مشاكل لكن انا السمنة نفسها لما اجي احرقها بالسلمكة السلمكة مش هبضرها في اي شيء وبرضو القدر معين اكيد مالهاش اي اضراق مالهاش لمت ناخد قدرها يعني انا سمعت ان هي بتنزل المالع على الكلام مابيش الكلام ده خاص السلمكة بتنزل الفائد والسلمكة في الاحاديث اسمها سنمكة سنمكة اه في الطب النبو اسمها سنمكة وهي مش ضره خالص يبقى السلمكة رجلي الاسد دي عشبة بتتعامل مع الغدة فاذا كان مريض السمنة هنا مصاب بالغدة فلازم احطه في الخلطة بتاعته رجلي اسد الكمون من الاحشاب اللي هي بتنزل منطقة اسفل السرر والنعناء ملطف يعني هيديني نكهة طبيعية للخلطة اللي انا بعملها ممكن ده كله تحط بنسب مستساوية اه نسب متساوية وهاشرب كوباء او 3 كوبات في اليوم بيتغيى دكتور با ولا بيتحط في مياه سخنة اعملها زي الشال كشري كده عشبة كل الاحشاب بحط العشبة بعدين حط عليها مياه سخنة بس كده الخلطة التانية هجمع بين برضو عندي الجنزبيل او الزنجبيل ده بيحرق الدهون وخاصة دهون الكبك ومخافط للضغط كذلك الارفة بتحرق الدهون وبتعمل سيولة في الدم فانا هنا بس بحذر منهم مريض الضغط المنخافض لان لو مريضه اصلا ضغط المنخافض وعنده سمنة وتسعين في المئة من مرضه سمنة ضغطهم عاما هيتبقى امينة الى حد المال يعني الجنزبيل والارفة ما بيعلوش الضغط بيوطوا الضغط والارفة بتعمل سيولة فلو هو مريض سيولة هنشيل منه الارفة فهو انا ليه بقول وصفة وصفات كله عشبة علشان ما تعملش وصفة ما تكونش لقيها مع جسمك انت طبيب نفسك بقى فهنا الارفة والجنزبيل والسلمكة برضو وممكن احط نعناع كملطف دي بس احذر منهم مريض السيولة احذر منهم مريض الضغط المنخافض لو انت بقى بتاخد برشام سيولة وبتاخد برشام ضغط عالي الوصفة دي هتبفع معك جدا الحاجة التانية المرمرية والشمر والجنزبيل المرمرية بتنزل تكيسات المبايد وبتنزل منطقة اسفل السرة يعني ملهاش ضغط الشمر من افضل الاعشاب اللي نزلت للقولون ولسرطان القولون وبتنظف المعدة وكمان بتنزل دون الكبد وملهاش ايه ادراج جانبية من افضل الوصفات بقى ان انا اجمع بين السلمكة وبين الشمر وبين الارفة وبين الجنزبيل واحط رجل هاسا واقضع بين كل الاعشاب دي كلها مع بعض دي هي دي وصفة احط كل الاعشاب دي كلها على بعض بنسب متساوية ونعمل منها معلقة وده اصلا احنا عاملينه في الشاي ده لسه هكلم حضرتك على الشاي بس هون هنا بطبيعة المكان اللي انا فيه بجايب العشبة اللي فيها الطحالب الطحالب احنا بنشفها بيطلع زي ورق الشجر الاخضر وبعلم بنطحاله وحطينه في الشاي لو شربت الشاي ده ثلاث مرات قبل الاكل او هو هيعمل زي بيعصر الدون الثلاثية ويحول الدون الثلاثية فممكن في اول يوم او يومين متحسش ان فيه حاجة معاك بعد كده هتلاقي نفسك بتعرق هتلاقي نفسك بتخش الحمام كتير جدا ولازم مريض السمنة او اي بنه ادم يحاسب نفسه يوميا ان هو دخل الحمام ولا لا عملت ولد ولا لا لان هنا لازم يحاسب نفسه انا لو جبت رغيف عيش وحطيت عليه شوط مية وسبته المية دي يومين سبت رغيف ده يومين هيحصل بقع خضرة وبقع زيق على العين كذلك المعدة لو سبت الطعام فيها يوم او يومين يحصل لكده احيانا المريض بيسخن بيكون سبب السخنية ان فيه تراكم اوجبات في بطنه فيه امساك مثلا تماما تماما او هنا الشاي في كل الخلطات في كل الخلطة دي موجودة في الشاي ده مع التحال طيب احنا عايزين بقى طبعا قبل ما نقفل حلقتنا وقبل ما نختم اللقاء الشاي قداموا حضرتك عايزين حلقة تقول لنا نصائح هتوجهها للمشاهدين علشان ما يتعرضوش للسمنة ولو عندهم سمنة يتخلصوا منا نصيحتي ليكو بقى نصيحة مهمة جدا الاتحاد الياباني للامراض وصق تجربة كانت نصيحة مية في المية التجربة دي هي تداول اه اربع كوبات مية دافية على معدة فرغة على الريق هيعمل اربع كوبات مية دافية واشروم على الريق وماكلش بعدهم الا بعد خمسة واربعين ديئات لي لو انا مش قادل ممكن اعمل كوباية وبعد اسبوع ESSWall separated المهم اوصل لمعدل اربع كوبايات مية دافية على الريق المية الدافية انا لما باجي مثلا عندي دهون في إيناء في البيت أو في كوباية وهي أخسلها لو جيت أخسلها بمية دافية الدهون دي هتبوش معها بسرعة يبقى المية الدافية هنا هتحللي المشاكل للدهون وهتحللي مشاكل المشاكل الموجودة في الجسم طيب الاتحاد الياباني وثق إيه بقى؟ وثق التجربة دي في حاجات معينة في دهون الكبد وفي الكولسترول وفي أمراض القلب وفي السمنة وفي عدم انتظام الدورة للست وفي علاج الأمراض المعدة والصداع فكانت النتيجة أن في علاج أمراض المعدة لو أنا انتظامت على أربع كوبات مية دافية على الريق المدة عشر تيام بإذن الله علاج مرض المعدة بينتعي فعدم انتظام الدورة للسيدات بتاخد التجربة معي 15 يوم بالظبط ده كلام الاتحاد الياباني للأمراض وممكن ترجعوله السمنة المفرطة هاخد معي بالظبط 120 يوم يعني حوالي أربع شهور أربع شهور بدون وصفات بدون شيء كل يوم أربع كوبات مية دافية على الريق وما كلش إلى بعد 45 ديال دهون الكبد والكولسترون مية يوم الصداع ثلاثة يام بس هيكون ما عندكش صداع ده هي النصيحة اللي أنا بغتم بها إن أنا إزاي عالج نفسي بالمية الدافية خلاصة الكلام شكرا جدا دكتور وحيد على كل المعلومات القيمة اللي حضرتك قدته لنا النهاردة وقد حلقة فعلا مفيدة جدا عزائي المشاهدين أتمنى أنت تكونوا النهاردة استفدتم من الحلقة وبشكر وبواجه الشكر مرة تانية للدكتور وحيد عبد العال مدرس وأخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل واستشاري علاج الغدد الصماء والسمنة العامة والموضوعية بشكر حضراتكم جدا 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 وكنت معكم إيمان التلاوي في برنامج ساعة صحتك أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة